ننتقل إلى خبر جميل من يومين كان معنا أخبار جميلة من معلم في قطر واحتفاء بمدرس جامعي في جامعة الأزهر في مصر الآن بدنا ننتقل إلى حلب أمس انتشرت صور لمشاهد وصور تخريج لدفعة كلية الطب في جامعة حلب في منطقة حلب في منطقة شمال السوري من الأشياء الجميلة التي انتشرت صورة لإحدى الطالبات واسمها ضوحة أحمد خليل خريجة من هذه الجامعة وخريجة كلية الطب الذي لفت الانتباه وجعل هذه الصور والمشاهد تنتشر بشكل كبير هو تفاعل وردة فعل والدها الحج أحمد خليل بفرحته التي مباشرة سجد سجود الشكر أمام الحضور والجميع من كان موجودا في تلك الساحة الأمانة صور جميلة الأمانة واضحة أنها خارجا من الأعماق ومشاعر صادقة يسعدني أن نرحب باريكلهم بالأول ويكونوا معاين نتحاور معهم شوي بالحج أحمد خليل أبو محمد وابنته الدكتورة ضوحة أحمد خليل ورحب بهم عبر الزوم حياكم الله حياكم الله حياك الله حياك الله فيني أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا حياك الله عمد محمد يا مرحبا مبارك تخرجك يا ضوحة إن شاء الله الله يبارك فيكم يا ربي حسك الله يكرمك اسمحي لي ضوحة الوالد أبدأ معك عمد محمد يعني إحنا اعتدنا أن نرى طالبا تخرج يزد سجود الشكر لاعب أدخل هدف شخص حقق نجاح هو نفسه يعني يشعر بهذه الفرحة فيزد سجود الشكر أما أن يفعلها الوالد فهذه يعني أكيد هناك مشاعر عظيمة موجودة عند والد ضوحة فأخبرنا عن هذا السر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه ومن مولاه الله يا أخي الفرحة كبيرة جدا جدا ما تبصر لكن الممتن الحقيقي والشي اسمه الله عز وجل يعني الله سبحانه وتعالى هو صاحب المنة وصاحب الفضل علينا والله من دون الله عز وجل ما كان وصلنا لهذا الفرحة كنت منتظر على اللحظة من زمان يا عبد محمد طبعا طبعا يعني أنا أبنتظر على اللحظة من سنين وعابل الله كم سنة صليك تدرس ضوحة ست سنين بالطبع ست سنوات أخبرينا قبل ما نروح لتفاصيل شوي الدراسة وما قبلها شعورك وأنت ترين الوالد يسجد هذا السجود الشكر أمام الجميع كيف كان شعورك الصراحة هو شعور لا يوصف غمرتني الفرحة والسعادة شعرت بشعور قشعريرة صراحة يعني أنت بني شعور عظيم ما حسيت فيه من قبل عندما يشعر الإنسان بخوف أو فرح يلجأ لأكثر شخص أو أكثر ملاز بيشعر فيه بالأمان فوالدي هذا دليل أنه الرابطة قوية بينه وبين الله عز وجل فألهمه بالسجود امتنانا له يعني نعم صراحة شعور جدا عظيم أثر فيني كثيرا يا رب يار الله يتقبل منك ومنه يا رب وينفع فيك وفيه إن شاء الله يا ضوحة طيب خبرينا بداية عن أنت دارس طب في جامعة حلب فيك سبب اللي فهمته أنه أنت ما دخلت الطب هيك عن فقط عن رغبة أو لأنه أنت متفوقة كما نعرف في مجتمعاتنا بشكل عام إيش السبب اللي خلاكي تدخل لكلية الطب؟ نعم الصراحة ها هي أسباب عدة لكن السبب الأساسي أنا من أنا وصغيرة يعني الأهل بيقولولي بنتنا الدكتورة جميل فحلمي أنا وصغيرة أني أتابع تعليمي وأدرس الطب باعتباره هو من أسمى المهن يعني وبسبب وضع الحرب والوضع الحالي بشكل عام صار في عندنا نقص بعدد الأطباء نحن في المناطق المحررة وصار في نقص في خدمة أهالينا فدائما كان والدي والدي يزرع فيني فكرة أنه أنت تصيري دكتورة إن شاء الله لخدمة أهالينا في المناطق المحررة وبسبب هذا النقص في الكادر الطبي والله يعني يقدرني ويسخرني لك هذا المجال إن شاء الله يا رب يا رب محمد خبرنا عن عيلتك إيش عندك ما شاء الله أولاد وبنات وشو البركة موجودة عندك والله بفضل الله عز وجل الله جل دلاله رزقني يعني ذكور أربعة والبنات أربعة ما شاء الله ما شاء الله إيش دراستهم أعطينا هيك فكرة عن والله البنات البنات يعني وصلوا لمرحلة البكالوريا وسجلوا بالجامعات وبدأت السورة عندنا هون فما كان في مجال يعني كنت أبعثهم على المدينة لأنه الوضع يعني كان جدًا جدًا سيء فأخذوا شهادات البكالوريا واتزوجوا بقيت عندي ضحى يعني كان أمري الوحيد أنه أنا الدرسة ويعني صير دكتورة تختب المجتمع ضحى أخر العنقود؟ نعم لا أخر العنقود من البنات يعني أي نعم أي نعم لكن الباقي خلال نقول خلاص يعني راحت مش بها الحياة وكان طموحك أنه كلهم يكونوا دارسين وعندهم شهادات عليا بشكل عام؟ نعم نعم كنت أنا أطمح وأمهم يعني ما شاء الله يعني عندها درسة هي كانت تتولى دراستهم في البيت لكن أنا كان عملي يعني كنت أعمل في البناء ما شاء الله الله يفتع عليك كان وقت الأكشار يعني بقر البيت جميل فأمهم ما شاء الله هي اللي كانت تتدير بالا على دراستك ضحى خبرين عن هالسنوات الطويلة اللي تدرست فيها سنوات مش طبيعية أصلا هي سنوات فيها حياة غير مستقرة في حياة إخواننا السوريين بشكل عام وخصوصا في مناطق الشمال السوري خبرين عن الظروف الصعبة اللي كنت تواجهها في دراستك وكيف كان أهلك حضورهم معاك في هذه السنوات خاصة الولد والوالدة صراحة هي كلمة ست سنين بالطب يعني كلمة ما يسهل أبدا والمشوار اللي وصلنا له خصوصا بوضع اللي نحن فيه بوضع الحرب صعب جدا يعني التعليم صار هو أملنا الوحيد والأسمى أنه نحن نأثبت نفسنا بهذا الوضع طبعا عانينا من صعوبات كثيرة من بداية حياتي الجمعية من موضوع لما بلشنا بجامعتنا وتنقل الجامعة من منطقة لأخرى هذا شيء أثر عليه يعني من الحين والآخر صارت تنتقل من ريف إدلب ريف حلب وأيضا وضع الحرب والوضع العام الغير مستقر النزوح والتهجير هذا كله أثر صراحة يعني على متابعتي على مسيرتي التعليمية لكن بفضل الله عز وجل ودعم الوالد والوالدة الصراحة كان لأنه الدور والفضل الكبير من بعد الله عز وجل الحمد لله يعني مريت بصعوبات كثيرة من نزوح وتهجير لكن خلصت لست ست سنين آخر شيء ما شاء الله يعني طب معروفه أصلا طبيعي ست سنين فهذا شيء إنجاز الأمانة الحمد لله رب العالمين إيش بتحكي ختاما للوالد هكذا معنا على الهواء وهو معك بجانبك الآن طبعا بحب أقول له أنه هو أعظم سند بحياتي وبتمنى من الله عز وجل أنه يحفظ لي ويأكرمه بالجنة كما أكرمني وعلمني وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه أكون عند حسن الظنه فيني وخدمة أهالينا إن شاء الله يا رب عمي محمد إيش بتحكي لأضحى إيش بتوصيها بالله أنا بوصيها دوم يعني على التمام فقل لأكوني طبيبة يعني ما إن شاء الله عليك يعني زكية وقدمي خدمات للناس أنا شرط معها يعني قبل الدراسة قلت الله فدرسك دكتورة يعني على أساس أنه تعملي اليوم إن شاء الله بعد ما تتخرجي ويصير عندك عيادة للفقراء هذا خاصة جميل 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 الله يبارك فيكم رسالتك الأخيرة بدنا نسمح منك لوالدتك يا ضحى إيش بتحكي لوالدتك اللي مش حاضرة معنا اليوم لكن أو الآن في هذا اللقاء لكن بالتأكيد كل التحية لإله طبعا أنا بحب إلا أنه أنت كنتي السند العظيم بحياتي كان إليك الدور كبير بدعمي نفسيا ومن كل النواحي والدي شخص عظيم جدا مضحي يعني رغم كل الظروف واللي مرت فيها لكن هي كانت سند لي وقدما حكيت وقدما قلت من كلمات صراحة ومستحيل يعني أقدر وفيها جزء من المعروف اللي قدمت لي خلال مسيرتي الدراسية وخلال حياتي كلها الله يديكم لبعض إن شاء الله ونشوف كيك دكتورة عالمية يا ضحى بإذن الله دكتورة قد الدنيا وكلنا بنفخر أن نجي نراجع عندك بإذن الله عز وجل دكتورة ضحى أحمد خليل خارجية كلية الطب في جامعة حلب شكرا جزيلا لإلك عمي بمحمد شكرا لوجودك معنا لليوم وتحية لكم لعائلة الطيبة